أبتش برأسي من كله النواحي ما بلاقي بصيص أمل معه مبلغ فيه أمل إذا تخرجت وصرت محامي يمكن أهلي يقبلوا فيك وإذا ما قبلوا فيك فينا نهرب برات البلد إذا اتطرينا ما رح نخاف نموت النجوة إذا كنت مصلح بشادق رح أخد شادق زهي الطريقة وصلك بس الهاي قاملها بأمور تانية عن الدرس الأمور التانية اللي ملتهي فيها هي أنت أنا والأمور السياسية هذه مش أمور سياسية سوريا نحن عم نجرب نحرر الوطن شو هالمودة جديدة قصة الاستقلال ما بدي شي يلهيك عن درسك تحرية والاستقلال هدف أهم بكتير من حمل الشهادة وبتقول إنك بتحبنا رح صير محامة قبل إذا قدرت أو بعد ما يرحل آخر جندي عسمان عن أرض لبنان بركي حباسوك بركي شنقوك أنت ما عم بتفكر فيه أنت ما بتحبنا أنا ما تحب حدا قد ما تحب بك فإذا لازم تسعتها تصلي قبل ما تسعلى الاستقلال يمكن ما أقدر وصلك إلا من خلال الاستقلال كيف؟ الحرية بتخلق مئيس جديدة أفكار جديدة بتغير قوانين وأنظمي وتقليد بالمجتمع بس يمكن ما ناخد الاستقلال قبل بمئة سنة ليه بدنا نتعلع بحبيل الهواء؟ أنت عم تحكي كأنه أنا وقفت أدرس ما أنا عم بدرس أمتين نازل على بيروت ليلة رح ترجع جمعة الجيل؟ ما فيها تحمل مصري في طريق الجمعة وبعدين ما بدي ألتهي عن درسي مش أنت هيك بدك؟ ما بعرف لش كلمة شوفك بحس كأنه هيدا آخر مرة رح شوفك فيها لأنك متشائمي وبتحب النق مثل عمتك أنا مثل عمتك؟ يا إنتي مثل عمتك يا إنتي مثل عمتك يا إنتي مثل عمتك 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة